تعالى نتنقل جزئية تانية وهي زيادة قيمة الضريبة على السجاير يعني انتوا ما قدتوش تيجوا قوي على الكبار اللي عندهم فلوسين فالسجاير الضرائب عليها غليت وده ادى لانه ما يقال في السوق يعني انه الشركات لقيت انه هي مش كسبانة حاجة من الموضوع الفلوس دي الزيادة دي راحت للحكومة فبقوا بينزلوا السجاير قليل وبقى دايما فيه ازمة وبقت السجاير المحلي يعني اللي بيبقى هالك بيزود لها خمسين قرش والسجاير المستورة لتنين جنيه ولو لقيتها وكتر خير الدنيا ايه الحكاية بقى؟ بص حولك الحكاية من اوله بالنسبة للسجاير بالذات منظمة الصحلة العالمية بتحس على زيادة الضرائب علي السجاير ده عالميا ليه بقى؟ للحد من الاستهلاكة زي السلعة السلعة دي طبعا مسلعة ان احنا نرجو للناس تبتعد عنها دي اصار صوارف الاقتصاد لا لا انا هتكلمك عشان الضريبة معناها ايه؟ ما هي الضريبة ايه؟ هو وجل الاخر الاقتصاد ناحية الاقتصاد ايه؟ النهاردة الضريبة على السجاير في مصر من انجح النظم والضربية في العالم كله بدليل بدليل حاولك الزيادة ايه؟ التجار كمان زوده انا حاولي الزيادة ايه؟ خمسين في المية من سعر بيعلب السهلك وباخد مية خمسة ومعين قرش مية خمسة وعشرين قرش على كل علبة هي دي الضريبة على السجاير تتصور ما دي تتصور انه الضريبة دي خدتها تركيا كنهج لها في سياسة الضريبية النهج المصري فانا بقول يا جماعة احنا مش قليلين احنا بنشوف التجارب العالمية وبندرس وبنشوف الانجح تجربة اللي يطبق في مصر النهاردة السجار الدريبة على السجار ده بالعكس النهاردة المنظمة الصحية العالمية عادي تزود اللعيب على اساس الناس تحد من استهلاكها تلحد من استهلاكها هزيد نوعية من السجار وبالمناسبة في نقطة النهاردة الشركات برضو بتقن منها بالنسبة للسجار المصردة اللي هي موجودة في الأرصفة دكتور قبل ما نتنقل بس للسجار السجار المصردة ليه لي عدرارة ان احنا مش عارفين ايه عملت امتى وجات امتى وتخزنت اديها ما هي ادرى الاخصاد الوطن لا انا بتكلم بس في نقطة مهمة انه حضراتكم دلوقتي رفعتوا الدريبة فبالتالي احنا عندنا يعني الدول التانية ما عندهاش المافيا اللي عندنا في السجار احنا عندنا مافيا في مصر اسمها مافيا السجار انه يقول لك لا والله عصله الجملة هو اللي بينزل لنا وبينزل غالي فعلا عشان كده بيبيع غالي فدلوقتي لو نتكلم من المالبة السجار وسطة اتناشر جنيه بتتبع بربعتاشر فدلوقتي انت رفعت الضريبة وهي الناس رفعت ما دي سياس ما دي سياس ما دي سياس تحكم ناس تتلعوا من اسعار بقى يعني واحنا نرفعها ونسيب الناس تولع انا في البرنامج هنا ياريت لو زادت اكتر على المصار الشخصي ما هي الضريبة دي ايه الضريبة دي وجه اخر للاحتيpay فدل ما انا مش معطلرد على الضريبة انا عايزين احنا بنرفع الضريبة دكتور انا مش معطلر على الضريبة ولا على جنب الاخلال ولا على ان احنا نحمل صحة الموضوع مش معطلر على دا كله انا بكلم مسمو عطل проблема على انه احنا رفعنا دا من غير ما نقدر نمسكه من الناحيات تانية ان الناس تغلي وما يبقاش دا في حصلة يعني من رواش داخلت غزيمة الدولة يعني غير الجنيه الجنيه وربع الجنيه وربع دول زادوا في السوق تلاتة جنة لا لا يمكن بس لا 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 لانه النهاردة موجود السجار الأجنبية المصنعة محلية في مصر السجار المحلية موجودة في السوق اخذ بالحضرتك بس احنا يعني من البرامج ده برضو بالنسبة للسجار المهرب من السوق هو ده اللي احنا مفروض نتماسك به وجهات المعنية كلها تتكاتف لمحاربة هذه النوعية بين السجار طرر الاقتصاد نمر واحد نمر اتنين ما تعرفش ايه اللي اتخلن لجواها ده ممكن يعني ده النهاردة مميت النهاردة بالنسبة للصحة دكتور سيبنا من السجار المحلس بس سؤالي الاخير قبل ما نختم فقرة للأسف وقتنا خلص دلوقتي احنا كلنا نتكلم احنا عايزين ننمي الاقتصاد وننمي الصناعات ففي هذا الاطرار طلب اتحاد الصناعات بتغفيد ضريبة المبيعات منها من 25 الى 10% على العديد من القطاعات الصناعية كخطوة مهمة لتنمية الصناعة والنوط بها لده في عجلة الاقتصاد المصري حضراتكم موقفكم ايه من الموضوع وهل ده سيفعل ولا لأ وهل ده مدروس اصلا ولا لأ احنا طبعا دراسات اي دراسات بتاخدها المصلحة مصلحة الضرارة المصرية بتاخدها مع الجهات المعنية زي ما نقول في بداية الحديث اللي بناخد اراء الاتحاد الصناعات بناخدها حيزة ده بالعكس لو اخياء عملنا مشروع قانون كجهاز ضريبي بنعرضها على الجهات المعنية زي الاتحاد الصناعات والغرف التجارية هل هذه الاقتراحات مطروحة للتنفيذ لا مطروحة للدراسة للدراسة مع الجهات المعنية ونشوف اصارها جميل ده قريب بقى ولا يعني لو دي بيحددها بقى صاحب القرار بقى صاحب القرار هو اللي بيحدد التوقيتات المنازمة المشروع القانوني يعني احنا اي تعديلات النظر بيتم بناء على افرازات زي ما قلت التطبيق العملي اي مشروع قوانين اللي بيحدد التوقيت بتاعها صنع على القرار دكتور حسن عبدالله وكيل الوزارة بمصدرات الدراعب العقارية نورتنا فعلا ونتمنى لكم المزيد دراعب المصري والأس العقارية نورتنا فعلا يا أهلا مسلم مشاهدين دي كانت فقرتنا فقرتنا الاخيرة هتكون عن سلامة الغذاء المصري لانه الفترة الاخيرة يعني النظام اللي فات او النظام الباقت زي ما بيقولوا اكتكفل من هو بهدل صحة المصريين وعندنا 80% من الاكل ما حدش عارف مصدره ولا حد بيعمل رقابة عليه هيكون دينا حوار مهم جدا مع دكتور حسن منصور رئيس جهاز حماية سلامة الغذاء بعد اكتشاف نوع شهير من اللانشن لمصنع بتاعه وجد فيه مواد مصرطنة يا رب ما تتخضوش انتظرونا بعد الفاصل